ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة سلطة الكولسلو في البيت بطريقة سهلة جدا وبطعم خطير من النهاردة استحالة تشتروها من اي محل تاني هقولكم كل الاسرار وتفاصيل علشان تعملوها بمنتهى السهولة في البيت بس قبل ما نبدأ وصفة النهاردة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي راشا ويريد تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير علشان الكل يستفاد ويلا بينا بسرعة نشوف ايه المكونات وطريقة التحضير اول حاجة هنعملها هي السوس بتاع سلطة الكولسلو هنحتاج نص كوباية من المايونيز اختاروا مايونيز يكون الجودة بتاعته كويسة وكمان هنحتاج معلقة كبيرة من الزبادي ايوه الزبادي الزبادي بيدي طعم صور كده لسلطة الكولسلو وبيخلي طعمها فعلا تحفى وكمان هنحتاج رشة من الملح وكمان تلت معالي يعني مش كبار اوي ممسوحين من السكر السكر اساسي ممكن نستبدله بعسل ابيض بس في الحقيقة بالسكر بيكون طعمه احسن واحسن يعني وكمان رشة من البصل البودرة ورشة من الفلفل الاسود وبس كده هنقلب كل المكونات دي مع بعض وبعدين هنضيف معلقتين كبار من الخل الابيض ومعلقة من عصير اللمون هي دي كل المكونات اللي هنحتاجها للصوص الجميل بتاعنا بالنسبة القوام الصوص زي ما انتو شايفين بيبقى وسط ولا هو خفيف ولا هو تيل هو ده القوام المطلوب للصوص بتاعنا طيب بالنسبة بقى للخضار هنحتاج كرومب ابيض سلطة الكلسلو يعني كرومب طبع معروفة يعني وكمان هنحتاج جزرايا واحدة صغيرة وبصلايا صغيرة جدا بصل ابيض تمام طيب بالنسبة بقى لطريقة التقطيع هنحتاج نجيب سكينة تكون حمية شوية ما ينفعش ان نقطع الكرومب بتاعنا في الفوت بروسيسور او ينفع نقطعه في اي حاجة تانية لازم يكون بادينا وده اللي هيدينا الطعم المزبوط جدا لصالة الكلسلو علشان الكرومب ما ينزلش كل الجوسس اللي جواه ومش هيدي طعم ولا نتيجة كويسة خالص فانا قطعته صغير جدا وقطعه صغير على قد ما تقدروا قطعته بالطول وبالعرض المهم اننا نقطعه بالسكينة وبعد ما قطعناه هنضيفه على طول على الصوص بتاعنا وبعدين هنبشر الجزر الصغيرة جدا وكمان هنبشر البصلية صغيرة جدا بالمناسبة الكمية دي تنفع الكرومباية تكون صغيرة جدا انا استخدمت نص كرومباية فكانت مناسبة جدا وبعدين دمجة كل المكونات مع بعض الكرومب مع الصوص مع الجزر بعد ما بشرناه ناعم برضو ما ينفعش تقطعه مكعباية لازم في الوصفة دي كل حاجة نقطعها صغير جدا او نبشرها صغير جدا بعد كده دمجنا كل المكونات مع بعض بس تستنوا لسه مش هناكل ومش هندوق مهم جدا وسر مهم جدا علشان كل سلو بتاعنا يبقى مظبوط ان احنا نقلب المكونات كويس جدا مع بعض ونسيبه في التلاجة اقل حاجة ست ساعات معلش ست ساعات انا عارفة يعني فترة مش قليلة بس علشان يشرب كل المكونات مع بعض ويديكوا الطعم المظبوط ويا سلام كمان لو سبتوه قبلها بيوم هيبقى احلى واحلى فعلا طعمه طحفة مظبوط جدا مفهوش غلطة يلا مستنياكوا تجربوا طريقتي وتكتبولي تحت في تعليقات ايه رأيكم في طريقة الكوس لو وبس كده خلاص خلصت وصفة النهاردة اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفت كل الاسرار والتفاصيل علشان تعملوا ألز كوس لو من ايديكم ويا ريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تضسوا لايك ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة تحت اشتركوا في قناتي علشان يوصلكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي